إنما أنذركم بالوحن ولا يسمع صن الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة من قردن أتينا بها وكفى بما حاسبين ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا لكم مبارك أنزلنا أفأنتم له مكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أباءنا من العابدين قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ضلال مبين قالوا وجدتنا بالحق أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنع ملكم وتالله لأكيد أن أصنع ملكم بعد أنتم المدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعر الناس لعلا يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بالآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطبون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم ننكسوا على رؤوسهم لقدانتماء لا ينطبون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفركم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه نوطا إلى الأرض التي بارخنا فيها للعالمين ووغبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئنة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأعقام الصلاة وإيتام الزكاة وكانوا لنا عابدين أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة